أرجع مع حضراتكم نتابع كده ونفتكر مشوارنا إيه السنة دي في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال إفريقيا البداية كانت مع جون دارميري ناسيونال باطل النيجر اللي انتهت مباراة الزهاب في النيجر بنتيجة 1-1 ورجع الأهلي وحقق أفوظ عريضه والفوظ الأكبر في النسخة دي من بطولة دوري الأبطال بنتيجة 6-1 بعد كده ابتدى الأهلي يدخل في دور المجموعات والمواجهة كانت مع الهلال السوداني في البداية انتهت المباراة بنتيجة التعادل بنتيجة 0-0 لو تفتكروا المباراة دي كانت بعد العودة من كاس العلم للأندية بعد كده الأهلي أمام سنداونز في القهارة الخسارة المفاجأة واللي ما كانتش متوقعة بعد عرض محترم وده برضو واحد من الدروس المهمة جدا 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 إزاي تستحوز وإزاي تسيطر وإزاي تهاجم وإزاي تخلق فرص والأهم من كل ده إزاي تترجم ده لأهداف عشان كده انتهت المباراة دي بنتيجة 0-0 وبين بعدها كان مواجهة الأهلي مع المريخ السوداني المباراة اللي كانت تأجلت بسبب مشاركة الأهلي في كاس العلم للأندية وقدر الأهلي يحسنها لصالحه بنتيجة 3-2 وكان أول فوز في دور المجموعات للنادي الأهلي بعد كده الحقيقة يمكن الأهلي والمريخ كان مباراة الرابعة في دور المجموعات انتهت لصالح النادي الأهلي 1-0 وبعد كده سانداونز والأهلي 3-1 والمريخ السوداني والأهلي بنتيجة 1-0 صالح النادي الأهلي وحسم الأهلي تأهوله كتاني المجموعة وراء سانداونز في مواجهة الرجاء المغربي لتصدر مجموعته وبالمناسبة الرجاء المغربي كان بيلعب مع وفاق الصيف الرجاء تصدر المجموعة بـ 15 نقطة وفاق الصيف جاء في المركز الثاني برسيد 9 نقاط الأهلي تفوق الحقيقة على الرجاء في القاهرة على كل مستويات ولكن النتيجة يمكن معاكستش حالة التفوق دي كان من الممكن جدا مباراة دي تتهي بسكور كبير جدا يريح الأهلي في مباراة العودة ويريحنا من حالة الضغط والشد العصبي لكن قدر له ما شاء فعل أهلي قدر أنه يحسب المباراة بنتيجة 2-1 وقدر أنه يتعادل في المغرب بنتيجة 1-1 عشان يوصل للدور قبل النهائي في مواجهة وفاق الصيف وفاق الصيف يمكن مش من الفرق الكبيرة أو الفرق اللي ظهرت بقوة في أفريقيا في السنوات الأخيرة لكن ده ما يمنعش أنه هو فريق عنده من الدوافع وأهمها وصوله للدور ده في بعض الأوقات بتبقى الدوافع والحوافز مش بس مرتبطة بطبيعة الخصم ولا اسمه ولا إمكانياته لكن مرتبطة بالهدف بتاعك مرتبطة بالحلم اللي أنت ممكن تحققه وخصوصا لما تبقى قريب قوي منه وعلى بعد من 180 دقيقة أنك توصل لنهائي دوري الأبطال أهم وأقوى وأكبر مسابقة في أفريقيا الحلم ده في حد ذاته هيخلي المواجهة مع وفاق الصيف النهاردة في منتهى الصعوبة نتمنى إن شاء الله نكون جاهزين ونكون في أحسن مستوياتنا وحن نرجع